أهلاً أحبائنا مرة أخرى هذه الحلقة الإيمان المسيحي هل هو معقول ومرة تاني معنا دكتور ناجي اسكندر مش غريب عليكم مألوف ومعروف وبركة كبيرة وهو كمان خادم للرب على فكرة دكتور ناجي اسكندر هو زميل الكلية الملكية للجرحين بإنجلترا ولكن لأهمية الموضوع لأهمية الموضوع ترك هذا العمل ومكرس كل وقته لهذا الموضوع اللي إحنا بنتكلم عنه إخوتي وأخوتي عنده كتاب الخليقة تحت المجهر يريد أنه تطلبوا هذا الكتاب ويكون برضو استفادة روحية وبركة لحياتكو دكتور ناجي اسكندر أهلاً وسهلاً فيك مرة تانية أهلاً يا سيس نزار أنا دايماً بأسعد أن يكون معك في برامجك الحلوة حبيبي ربنا يباركك ومرة تانية بحب يعني اللي رح يشوفنا في هذه الحلقة أنا بشجعك ترجع للحلقة اللي مضت عن الأدلة على وجود الله ومش معقدي يعني بسطها كتير 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 دكتور ناجي بالصور والأدلة فممكن ترجع للحلقة اليوم حديثنا عن الإيمان المسيحي هل هو معقول فأنا بوجه لك نفس التايتل نفس الاسم إيه اللي عاوز تكلمنا في هذه الحلقة عايزين الأولي أسيس نزار نعرف إيه هو الإيمان أوكي وبعدين نشوف هل هو معقول ولا غير معقول طيب خلينا نعرف الإيمان بعض الناس بيفتكروا أن حاجة أخدها بالإيمان يعني معميات ده التعريف الغطأ مش إيمان أعمى أو قفزة في المجهول بالزابط كده الإيمان المسيحي إيمان مبني على التاريخ وعلى العلم وعلى الكلمة الصادقة والوثائق التاريخية الموثقة فالإيمان كلمة للأسف بيساء استخدامها لما حاجة مش قادرة أشوفها أقول له أصدقها بالإيمان خلي عندك شوية إيمان دي تعبيرات كلها غلط فإحنا عايزين نتكلم بقى عن التعريف الصادق للإيمان آسف ويمكن بتهيأ لهذا الجواب اللي بيجر كتير من شبابنا في الكليات أو الجامعات إن يترك الإيمان عندما يصطدم بالحقائر بالزبط والعقل لازم نفكر لأنه تحب الرب من كل فكرك فالفكر والعقل مهم جدا عبادتكم العقلية نعم فإحنا محتاجين العبادة العاقلة واللي بنستخدم فيها عقلنا لأن ربنا خلق عقلنا مش عايز يحطه على نيوترل مش عايز يقفله بالعكس ده عايز يستخدمه على طول شوفنا محدوديات العقل لكن الإيمان بينور يعني إيه بقى الإيمان الإيمان حسب تعريفه من الكتاب المقدس هو الثقة بما يرجع يعني حاجة في المستقبل والإيقان بأمور لا ترى يعني واحد متيقن التصديق والتوثيق بالزبط كده فواحد متيقن من حاجات مش متشافة ليه بقى؟ لأنها مبنية على أساس قوي فالإيمان المسيحي ما هواش إيمان أعمى ما هواش قفزة في الظلام ما هو زمان كان يقولك كأنك راكب عجلة ومغمض عينيك لأ الإيمان المسيحي مش كده خالص الإيمان المسيحي مبني على حقائق لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله فهو وسيلة إرضاء الله في حاجة مهمة قوي نفهمها إحنا وإحنا عادين في الستوديو هنا يا أستيس نزار في موجات من الـ CNN والـ BBC وكندا موجات كتير قوي بس أنا مش شايفها إم تقدر أشوفها لو عندي جهاز أصبط الموجة بتاعته عشان تستقبل الموجة اللي موجودة ساعتها أقدر أعرف الموجة أنا بصلي إنه يستقبل الموجة اللي إحنا بنتكلم فيها دلوح بالزبط بالزبط فالموجة دي بتحصل إزاي بإني أنا بفهم الحقائق وبعد ما بفهم الحقائق بقدر أتعامل معاها وسدقها ولما بسدقها حياتي بتتغير وسلوكي بيتغير فهي مش بس حاجة عقلانية ولا حاجة عاطفية فقط مشاعر لكنها فيها الإرادة وده الشيء اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في حدثنا عن الإيمان المسيحي وانت بتتكلم يعني تذكرت الكلمة في الرسالة إلى العبرانيين بقول بالإيمان نفهم بالزبط يعني فيه شيء اختبره واتيقن منه لأنه بيتكلم بصيغة التأكيد الكامل بالإيمان نفهم بالزبط اشتركوا في القناة